الناصر الآخر أيامه وزي ما حضراتكم شايفين في ظهر الساعة أيوة مكتوب فيها السيد أنور السادات يوم كذا سنة تلاتة وستين الساعة ديات محتوطة في المزاد أهو وده الجواب اللي عامله حفيد الرئيس عبد الناصر أنه هو يعني يتمنى أن الساعة ديات يحصل عليها حد ممكن يحافظ عليها وزي ما قلت لحضراتكم دي 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 ديات ما بتتعملش إلا يا داب يا بلاتين يعني الكاتجري ده أو القسم ده من الساعات الروليكس ما بتعملش غير معادن ثمينة غير روليكسات تانية طبعا بتتعمل هي الساعة في إيد الرئيس عبد الناصر ودي طبعا واضح أنها صورة بعد سنة سبعة وستين كان شعره بيض فالساعة حتدخل المزاد في سعر ما بين أربعين وستين ألف دولار يعني حيبتدي المزاد ما بين أربعين وستين ألف دولار أنا متوقع رقم قياس التمن الساعة دي يعني الساعة ديات عما تنزل تشتريها النهاردة من روليكس أنت حتجبها في حدود من خمسين لستين ألف دولار جديدة لنج لكن الساعة ديات إنها ساعة جمال عبد الناصر اللي لبسها طول الوقت وعليها الإهداء بتاع الرئيس السادات أظن الساعة ديات هتعمل رقم كبير طبعا أتمنى إن أنا ممكن أدخل المزاد ده لكن واضح إنه حيبقى رقم ضخم وحيبقى فيه قفزات في السعر مش عارف إذا كان ده حيحصل ولا حتتباع بسعر أليل لكن أنا توقعي إن الساعة دي حتتباع بسعر كبير لما لها من قيمة تاريخية سخرية القدر يا جماعة إن ساعة الزعيم الذي كان يعادي أمريكا تباع في أمريكا الرجل الذي كان ضد الإمبريالية والهيمنة الأمريكية ساعته بعدما يتوفى تتباع في مزاد في أمريكا تاريخ ده حاجة غريبة زي ما انت شايفين طبعا فيديوهات وأخبار كلها تتحدث عن ساعة الرئيس تاريخ ده حاجة زي ما أنت شايفين طبعا فيديوهات آخر تاريخ ده خريبة زي ما وحاجة ضد الإمبريالية إلى اللعنة الأolu